مهيك شارمة تسمحيلي إرؤوس معيك تسمحيلي إرؤوس معيك لا، وجدنا فريشانين ميهفروكوا ميهفزان حقوقات عميك شوريا نحن نحن هون مش عنريقظي لكن العالم كيف عم يطلعو فينه و يطلعو خليوني شوفوا مين هو حبيباً شوريا أهلي وأمك موجودين وعم يتطلعوا علينا بترشاك حاجة بقى خلينا نوقف لأنها بصراحة ممرتاحة شوريا شوريا الكلام الطلافي وقف أرأس بها يا يوس آسف بإذن أن أتركك تركي 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 خلص خلص تركي خلص صحي بإذن أن أتركي دعني أعلى دعني أعلى تركي خلص تركي لا لا أرى أنا ما أعلم هذه التركي في بيننا لكن أنت كيف تجربني عمي معروف ومشهور رح تندم كتير شوريا أنا بورش خلاص يا أبني خلاص بره هالليلة أنا خير بقى خلاص يا أبني رح تندم خلاص يا شوريا خلاص لك ترككم روح ومعون بس بيكفي خلاص شوريا رح علمك درس يا شوريا ما رح تنسى خلاص شوريا ايه ده مهيك أنا آسف انت منيحة ايه ده شوي مهيك خلاص انت ليش هيك عصبت كتير ليش بتقاتل وبتعصب على شغلات صغيرة يا ابني قل لي شو سبب ابني شوفي شوريا أنا ما سامحتك وما بدي اسمع منك أي تبرير يلا طلع من غرفتي وفيك تروح تقاتل لعالم بره قد ما بديك يعني برأيك شو كان لازم أعمله شد قدني شوريا بدي أعمل رياضة أعمل رياضة أعمل رياضة أي حدا بيزعجك أنا رح خلي يندم شو هات شوريا أول شي لازم توقف أنانيتك دغري وكمان لازم تفهم أنه أنا ماني شغلة بتملكها وتاني شي أنا ما بحب العنف وما بحب طريقتك بالتعامل عم تكون كتير غلاط فهمت علي؟ مع أنه أنت شخص كتير متعلم بس ما فيك تحل أي مشكلة غير بالإخناق والمقاتلة الناس بيحكوا شوريا أنا ما بهمني شو بتحكي الناس عني يا ميت؟ لأنه أنا ما بهمني حدا غيرك شوريا شوريا أي حدا بيحاول أنه يقرب منك أنا رح خلي يندم وأي حدا رح يحكي عنك حكي سيئ رح ياخد عقابه ورح كسر كل واحد بيحاول أنه يتطلع فيكي أنا بحبك منك شوريا أنت عم توجاني كتير؟ شوريا 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 أنت إلي وبس فهمت أنت بس إلي شي أكيد أنا إليك شوريا وبالوقت اللي صرت في إليك أنت معنىك مضطر تتقاتل مع حدا كرمالي أنا عفواً عفواً خالتي جاية ولا تهتموا وراح تقضوا أوقات حلوة بعدين يلا روح من هون يلا روح روح بيّن أنه هو رومانسي وكتير أنا لازم أبعث مهاتل عنده ملكي بيتعلم الرومانسية سونار إيه حبيبتي لازم نتسوق عفواً أنا بدي نروح نتسوق اليوم طيب فيك تيجي اليوم الظهر؟ فيني إيجي هلأ إذا بدك لا لا عال ثلاثة طيب ماشي بحبك باي سونال نيهال هلأ كل شي صار تمام رح أخد شوريا لحتى نتسوق ومنرجع عالبيت بثمانية ونص ولازم تكون ترتيبات الحفلة خالصة طيب نحن نحن نجك ثلاثة تكيني دعونا أروح على أهداك أسعار أروح إيه بالروح شوريا شوريا إيه أنت ليش كل شوية عم تطلع لورا شوفي في حدا عم تستنى حبيبتي السابقة عم تلحقني عم أخد احتياطاتي لحتى ما تشوفك حبيبتك السابقة؟ منفوط لو سمحت بدي تجيب لي من هذا اللون إذا بتريد تعرف شوريا؟ وقت اللي كنت صغيرة كنا كتير نمبصت بحفلة عيد ميلادي وكمان كنا نتسلة كتير بس بعد ما توفوا بابا وماما أنا ما عادة تميت بإني ساوي حفلة عيد ميلادي بعدين مرتعمي كانت هي اللي أصرت تعملي حفلات كتير كبيرة ومميزة بعيد ميلادي شوريا بشوف إنه الاحتفال فيه لعزم يكون شي كتير مهم بهاي الحياة تعرف؟ أنا ببلش تخطيت لحافلتي من الصبح بكير طيب شو كنت تساوي بعيد ميلادك؟ مهيك؟ شوفيه حلو؟ شو رأيك تجار بي؟ أم هاتو رح فوت وجربو أنا قاعدة عم لمحله على عيد ميلادي وهو ولا هامه ألو؟ ألو؟ ما اكتشفتي شي؟ لا أبداً أنا قاعدة عم لمحله على عيد ميلاده بس هو وولك أنه هون ما كان يحكي أي شي طيب هلأ نحنا كيست بنا نعرف إذا هو مخطط لشي المسعة شو بدك بمخططاته؟ ركزي على خططنا نحنا وبس لكن إنتو خلصتوا ترتيبات الحفلة رح نرجع عالبيت أنا وشوريا بعد شي ساعة تمام؟ أه أختي تمام سحب كأنون تزاو إنتن تزاو أه شوريا لا تعمل خلص أنا بسلح لا تأكلها أنا عندي خبرة بها الأساس موسيقى بعتقد أنه حبي لأليك هو اللي عم يحليكي أكتر كليوم كسوتك لكي فرصي موسيقى موسيقى عم يحليكي جزان موسيقى 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 شداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوريا شوريا انت وين كنت راي هي بتكون حبيبتي السابة انا بس كنت عم ودع انت جرنات شي بدي واحدة بيدون دبس رمان لو سمحتك رامعينة قالوا سونال كل شي جاهز لا لسه بدنا شي نصاعة طيب يلا اسرع عم اتحجاج بس لح تضيع له وقته لهيك اسرعي كتير بدنا شي عشرين دقيقة ومنوصل لازم كل شي يكون جاهز طيب طيب رح اسرع بالاول صندويشي وحلو هلأ من هاد بصراحة انا فكرت انه انت بس بتحبي تطبخي وما كنت عرفانك لهالدرجة بتحبي بطني انا على طول بحب الاكل لهيك يلا قول معي ودوق من هاد يلا لو سمحت دوقه هلأ بصراحة انا على طول بحبتي بصراحة انا على طول بحبتي هذا ما يحبه بصراحة انا على طول بحبتي شوريا شوريا ابني شوفي 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 الليلي فورا مين اللي علمك تساوي هيك مين اللي علك تعمليها نعم لو سمحتوا ما تفهموا غلط انا كم بدي اشرحلكم بس بصراحة شوريا ولا مرة احتفل بعيد ميلاده لأن هذا اليوم هو يوم سيء بالنسبة للشوريا أنا أسفة أنا أسفة شوريا بصراحة ما كنت بعرف أبدا شوريا بترجاك سامحني ما حدا مننا كان قاصد أنه يجرحك أو يضايقك أنا غلطت شوريا بس لو سمحت لا تباعد عني بنوم مهك فاميني أنا ما فيني أنسى هذا اليوم بحياتي أنا بمثل هذا اليوم خسرت كل شيء شوريا باعتذر لأني عصبت عليك بها الطريقة بس لأنه الغضب اللي جواتي كتير كبير وهو بيحولني لشخص بيظلي عاقب حاله وما بيخليني إسماح لأي شخص أو لأي حدا إنه يجر بيقرب منه شوريا مو مشكلة شوريا أنت لازم تطلع لغضب يلي جواتك ما بيصير إنك تتركه واحدة تاني شكرا طيب أمي ويا ترى أمي إلى وين رايحة هلأ؟ شوفي شوريا مو معقول لك هي مو كانت بالبيت مهيك امشي شوريا ما بيصير إنك تلحق أمك بهاي الطريقة مهيك طلعي بالسيارة يلا شوفي شوريا شوفي شوريا يجي لهون هم تسمعيني؟ مين هيا؟ عملي أي شي بترجاكي بس خليه لشوريا يجي لهون خليه يجي لهون خليه يجي لهون شوفي شوفي شوريا بدي شوفي شوريا بترجاكي شوفي شوريا شوفي شوريا ستي وفي وفي شور يا حبيبي بترجاكي شو اللي عم يصير لك انت وين كنت حفيدي الليلي وين كنت لا وين انتي قلتلي انه ستي عملت حادث لك امين هاي المرأة امي لو سمحتي فاهميني شو اللي عم يصير ستي كانت عايشي صح وانتي كذبت علي ليش كذبت علي ليش كذبت علي احكي شور يا ابني انا بس بس شو شور يا ابني ستي ستي يلا ستي امي امي شور يا ابني مهك تركيني لو سمحتي لا انا ما بدي روح انا بدي ضل جنبك بس انا معني بحاجدك فهمتي بس انا بحاجدك شور يا ابني شور يا ابني انا بس 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 ا بارتانا إني أكل كيف هستي؟ هي هلا تعباني شوي لأنو صرها زمان مؤاكلة بس إنت لا تاكل عمي هي أكيد رح تتعافى ما هيك أنا كتير بحبة لأمي وفوق ما تتخيلي بس اليوم هي حسستني إنه ما بعني لشي شوريا بدل ما تلومة إنت لازم تحاول تفهم شو السبب اللي خلاها تعمل هيك لأنه أنا متأكدة إنه في عندها سبب هي حاولت تخبي عنك هيكسر خطير كل هالسنين كون متأكد إنه في شي جبرة إذا في شي جبرة وعم يزعجها كان لازم تخبرني لحتى أقدر ساعدها عالقليلة كنت انتبهت على ستي المريضة شوريا لازم تحكي مع ستك ومع أمك بس هلا أنت لازم تروق بالأول وبعدين بتحكي مع ستك ومع أمك وقتل بتقدر وكل اللي بتديع منك إنه تحاول تفكر بشكل منطقي أستاذ ستك فائد هلا وبدأ تشوفك بشكل منطقي بشكل منطقي